في الجزء السادس من التسجيل المسرب لرأس حرب العملية السياسية نور المالكي يتضح كم الإسفاف والطائفية التي حكمت العراق بعد عام 2003 لم يترك المالكي خصما ولا شريكا إلا وقال فيه وعنه ما لا يعقل وإن كان يعقل من شخصية مثل المالكي يطلق المالكي صرخته الطائفية محذرا للأحزاب والكتل من خسارة مكانتها ونفوذها كاشفا عن الهوس الفكري الذي وصلت إليه الأحزاب الطائفية أخطر ما جاء في هذا التسريب هو المخطط الذي تعده الميليشيات بإحداث طرابات أمنية تحت مسمى الثورة المدعومة من خامنئي بغرض ترسيخ الهوية الطائفية للعراق بشكل كلي مخطط على مستوى العراق وبعدين يتطور دولي بأنه راح نفرها ونجيبها منها رجع زمان الأمور بيدك الله يشهد عليه وحق هذا الماء يبقى تضيغة سعيدة أحدا راح نشكل حتي لك راح نشكل جيش بكل المحافظات ثورة سوية ثورة بكل المحافظات والشروط التعجيزية بكل المظاهرات تعرفت يغادلها أمور يغادلها شغول يغادلها نريد فقط الغطاء نريد مباركة الإمام الخامنائي هذا الجزء المسرب كان مخططا له أن ينزل مجزئا إلا أن تمت أمرا طارئا دفع إلى إنهاء هذه السلسلة ولعل الغاية من ذلك عدم إعطائها صادا أكبر وخصوصا أن عدة مصادر تربط بين القصف الذي طال مصيفا في زاخو وفضائح المالكي ما يرجح رواية أن الميليشيات مسؤولة عن القصف لتشتيت الانتباه عن التسريبات الصوتية يكمل هذا الجزء المسرب الصورة الحقيقية لما يدور في أقبية العملية السياسية ليكتمل المشهد ويجسد أمام العراقيين ليدركوا حقيقة هذا النظام الذي أغرق العراق في مستنقع الأزمات